المشكلة ليست فقط في الحكومة المشكلة أن هذه الحكومة والنظام دايما بيقولك بيصدر لك بعض المقولات وللأسف الشديد جزء من الشعب المصري يلتقط هذه المقولات ويقعد يرددها وراها دون تعقل ودون تفكر زي إيه مثلا زي أنه يقولك مثلا أي مشكلة تحصل في البلد يقولك هذا مشكلة عالمية دي مش على مستوى مصر بس ده كل العالم قطعت الكهرباء يقولك دول كتيرة في العالم قطعت فيها الكهرباء قولي إيه الدول اللي قطعت فيها الكهرباء ده ألمانيا بتحتفل بمئتين وتلاتين سنة لم تقطع فيها الكهرباء دقيقة واحدة واليابان بتعرفه بوضع العالم كله طب قولي ليه بتقطع الكهرباء طيب فما تقوليش كل قضية تقولي ده المستوى العالمي دي على المستوى العالمي دي موجودة على المستوى العالمي طيب إيه ثاني يقولك أصل مصر الشعب المصري لا لا تصلح معه الديمقراطية لازم يحكم بقوة واخترعوا لنا حاجة اسمها الحاكم المستبد العادل وانا ما عرفش يعني ايه مستبد عادل الحقيقة بعرف الموبايل ممكن يكون فيه شريحتين بس مستبد وعادل لا لا يمكن ان يكون هناك مستبد وعادل مستبد ومستبد والعادل عادل ما تخترع ليش حكاية المستبد العادل المستبد مستبد والعادل عادل ومش زي الموبايل ممكن تركب له شريحتين دي مسألة كمان من اللي بتروج والناس بترددها يقول لك مثلا ايه من الموضوعات الاخرى اصل الزيادة السكانية بتبلع التنمية وعائد التنمية واحنا وراها بنقول نفس الحكاية اصل الزيادة السكانية في مصر بتبلع عائد التنمية نسألش هي فين التنمية وفين الزيادة السكانية ده موضوع هننقشوا حالا دلوقت لكن احنا بنردد ورا الحكومة كل المقولات اللي بتهرب فيها من مسؤوليتها وبتعلق على شمعتها مشاكلها وخيباتها واسبابها للتخلف والتأخر